أنا ما أريد رجال، ما أريد شيء يسمى ذكر، أنا أريد سند توقعين رجال زي المهوك يقبل ياخذ وعته تشتغل رقاصة بنوادي ليلية ممكن تكوني مضرة جداً للمجتمع، ممكن تدمرين جيل نزلت فيديوهات قلت أنا احتذر مو أستر هذا؟ يا أستر كلها تحرش إيش وقت تبطلون جدوة من التيك توك؟ جدوة؟ رجعنا إياكم بالحلقة الخامسة من برنامج الحكم هذه الحلقة جداً مميزة، تختلف عن باقي الحلقات فكرت بها هواي قبل ما أقرر أنه أصور لأن تعرفون هذا برنامج اسم الحكم والحكم بالنهاي يكون لكم ضيفتي صار عليها هواي جدل ممكن يكون تأثيرها على الشباب خلنا ندخل قبل بدون مقدمات، مرحبا روهان مرحبا روهان لو أمولول كيفك؟ أنا أشوف اسم روهان أحلى من أمولول بس كأصعب أنا أشوف أحلى أنتو شو تقولون؟ موضوع يمكم هنشوف وأنتي تابع التعليقات أنا راح أصحلش روهان عادي أشوف أحلى من أمولول مبدئيا أهلا بيتش أنا هنا أركز على المحتوى اللي قدمتي حياتك الشخصية ما راح نطلق لها إلا ما ندر ببعض الأشياء اللي نحتاجها أي شي خارج السوشال ميديا ما لإعلاقة بي اللي ناشرته أنت قبل ما نبلش تريدين نوقف نتحمل المصاري ونعوف كل شي أو تتحملين كل شي يدور بالحلقة أثناء التصوير أي شي ما يعجبش أقدر أتنسله بعد التصوير ذات خابرتين قلتي لي نتحمل ما راح أتشيل شي تكمل زيان مسيطة راح إحنا ما يعرف من الصارة آخر مرة هاي الثاني مرة نصور وغيرنا الأسئلة بسبب أنه وصار عندنا خلل بأحد الكاميرات من روهان من أم اللول خلنا نجي أم اللول عفونا من روهان من أم اللول الغمور محن ما يعرف ليش محن ما يعرف يعني يعرفون الشغلات اللي اللي الكل يعرفها اللي يعني أريدهم يعرفوها بس بس محن ما متطلق على حياتي الشخصية ليش بعض التافين البعض يربطون حياتهم الشخصية بالسوشال ميديا ليرايش تريند مشاهدات دعم ثلاثة شغلات يعني هم ما يقدرون يجيبون مشاهدات لأن هم مصنع محتوى بضعب فيضطر يستخدم أشياء ثانوية بضعب أنت ممكن تستخدميها؟ أنا حتشي تب هاي الفقرة لأني استخدمتها لأن أنا كان عندي رأي عام أنا ما كان عندي رأي مشاهد بس يعني قدرون نقول السبب كان مو من يم لا طبعا وعموري ما راح أطلع هيد شاء الله على نفسي لأن العطف محلو إنه واحد يعطف علي إنه أنا صارت المشكلة يعني اللي عرفه أنه أهلش أنت بخليتهم بعيدين على السوشال كلش بعيدين كلش يعني واقفة حتى لو هسا هسا الغربية حتى لو مرتبطة بأي شخص فيدي يطلع ورقص وحد شي أنا أنا غلط أنا من بديت للغلط أنا الغلط سويت النفسي بس والغلط أذيت نفسي بس ما أذيت أي أحد ما طلعت أختي ما طلعت أي أحد أي أحد يعرف شي على حياة الشخصية عندنا نوعين أكو مشاهير وأكو طاشين مثلا أنت مشهورة أو طاش طاشة شن الفرق بين المشهور والطاش دائما نسأل عن هذا السوار المشهور يكون يعني صاحب محتوى صاحب شغلا مقدمها زيانة النفسة البلدة للمشاهد وطاش صاحب محتوى مزين لا مو صاحب أسطلا حتى محتوى مجرد طاشة فلان شغلا معينة خلاص نعرف بيها إذا أردت أقول لش أمطيني نسبة تناسب يعني من عشرة جقد ممكن تنطين مشاهير بالعراق وطاشين كمشاهير لقليلين كلش يعني من عشرة جقد خمسة وطاشين تسعة تسعة يعني نقول واحد من عشرة مشاهير وطاشين بالضاء بالضاء يعني هست التلشوف إذا لقيت شخص طاش ولقيت شخص مشهور علي من راح تروح النصر الشخص الطاش بس أشوف بعض أعلانات ويدزولهم بحفلات وافتتاحات صح آني شخص سيء جاء أشوفه بهذه الأماكن أنا عندي براند أو عندي مشروع ممكن أجيب أيش أشخاص حتى فتتح بيهم غير التحية هذه مشاهدة حتى يجيبون مشاهدات شون سويت أنت للمجتمع كل شو ما سويت ولا يحس سوه يعني شقدمتي لهم هساني شفت شوفي أنا صريح نوعا ما أنا شوفي أنه أنت مع احترام إليك ممكن تكوني مضرة جدا للمجتمع ممكن تدمرين جيل صح بس أكل أضر مني هاذا أنجعتش عنك هاذا أنجعتش عنك بس أكل أضر مني إحنا ليش دائما نقول ربع لقلاس بارغ ليش ما نقول ثلاثة أربعة متروس مزان أنت هسرحتي على البقية قارن تروحش بيهم هنجعتش عنك أنت أنا أنا حتى بلايفاتي أنا أقول لن أنا ابنية ما عندي صاحبة محتوى أنا مو صاحبة محتوى مو المحتوى إحنا نحكش عن المضرة مضرة أحد أنا مضرة جاي تدمرين جيل جاي تعلمينهم بأشياء خطأ أكو فيديوهات جاي تطلع لك ممكن تخلي المراهقات يعتبروش قدوة أنا بعد ما شفت أنه أنت عند الجمهور يتكلم ورات ويصورش وخاصة الحادثة اللي صارت من أنت بالموض مو هذه الحادثة اللي صارت واستنجدتي أنه خلاص ما قدرتي أكو عندي جمهور تضيع ما اعتبرتش قدوة لا مو قدوة محبة أكو فرقة محبة زيني حبوش مين حبوش من شنو لا لا بابع مثل ما أكو شغلات سلبية كشغلات إيجابية اللي هي أنا أنا من أفتح لايفات أنا تقريبا ثمانين بالمئة باللايفات أنا أصعد وحدي ومثلا أقعد أسوي أكلو أقعد أحكي يهم أقعد أشعقوا يهم أحكي لهم شنو اللي صار محبة محبة أحنا ليش مثلا الشخص واحد يعمع الكل لا أكلوهم حبوش لأن حلوة لا مو كجمالية كصريحة وياهم وأحبهم وأشعقوا يهم وأحكي يعني أي واحد يكون صريح هي الناس ويحبهم ممكن يستقبلوا ليش ما نقول لهم والله أنه جميلة وأستعرض بمفاتني أكو أكو حتى أجذب المشاهد أكو أحلى مني ممكن أحبه بس روهان لشخصيته كدمها كدم محبوب بس داع الحلاقة وهو يعانا محبوب أنت جبت لها على اللايفات وأنا يترك هذا السؤال هذه تحتي كلام جدا مهم ولأول مرة أقسم لكم أقسم بالله أهم كلام أقوله بحياتي لكم وفاقته للكل إذا كنت موظف وإذا كنت ربت بيت إذا كنت كاسب أو عامل أو طالب بس لازم عمرك فوق الـ 18 سنة ممكن تكسب بالأسبوع الواحد من 150 ألف إلى 15 مليون فما فوق وبالحلال وما بي أي مخالفة قانونية كل واحد سمعني هسه يقدر يحصله بدون استثناء وكل هذا راح يكون مجاني ومتأكد راح يصير لأعداء هواي اللي أنا اللي أريد أسويه مجانا وهم يسوي بفلوس والفكرة أجتني بعد ما شفت احتكار ونصب واحتيال والناس ما تعرف الثقبيمة لكنني حريص يكون تعليمكم لهذا المجال مجانا وراح أعلن لكم شنوة قريبة 90% جاهزين انبلشوا بقى التضبيطات بسغطة فاللي عليك أسوي تدخل لقناتي مع تليقرام الموثقة باسم سامر جيرماني واحد اسم جي واحد راح تلقى رابطها بصندق الوصف وأول تعليم وفعلوا لي شعاراته وبإذن الله راح تدعو لي طول حياتكم بس خلي بالك راح تتعب بالبداية وراح تلعب وتدعي لي بالنهاية واعتبروا هذا وعد وقف الفيديو راح تشتركوا بقناة تليقرام وحسنا نرجع نكمل المقطع شنو تستفادي من اللايف يعني آه سجي أفتح لايف شن الفائدة من يمه لروهان مادي لسنين مادي ونوني عائل في دولة ماقدر بدونهم عائلتش زيم عفوا إليت شوى للمشاهد لش وقت تبطلون جدوة من التك توك جدوة اي هاري دحكيها بهذه العبارة لأن احنا حاليا اللي يفتح لايف هو قاعد يجدي نسان بس بطريقة أرتب من واحد راح ينطيني دعم اش راح أسوره راح أقول بطاة تندعم واشكرك مدرش الداعمين احترامي لكل الآن رأيي الشخصي والمشاهد إلى رأيه ورح نقرأ التعليقات وهم أيضا ينطنوا رأيه رأيي روهان بهذا الموضوع دعم محبة بس مول كل خمسين بالمئة محبة وخمسين بالمئة استغلال يعني أنا عندي فلوس أدعم شخص أحبه حال حال نادي الليلي وعفوا من المشاهد أنه مجردك هو واحد جيد بعد لي فلوس استعراض حتى يطيني فلوس بس انتهم كذلك تفتح لايف على نسته ما تفتح لايف ما بيدعم ما بيدعم ما بيدعم أي تهم كذلك إذا شارك برايك وحنا نشارك برايين ليش ما تفتعم بالإنستغرام ليه ما بيدعم بالإنستغرام مو كل حساب صعد ولا كل حساب يجيب مشاهد إذن سياسة تيك توك أقوى أقوى بهواية بهواية شكرا للإنستغرام لأنه ما أخذ له أنه سياسة لتخربه للإنستغرام همين أنا أسوأ برنامج أعتبره هو التيك توك لأنه خرب هذا الجيل إذا تشوفين أتافين مع احترام المشاهدة منين انطلقوا من التيك توك صح اللايفات اللي جاي تشوف فيها فضيعة تحدزين هساني قعدين أنا ايش تحدي وأقول لش كتب على وجهك ولا قوم قاعد بالكنتور ولا مدري إيش وذب عراسك مي وهذه ما تحسين انتقاص من شخصيتك وتقليل من احترامك هو منتقاص هذا برنامج إنت مقدل لتدخليه إنت صاحبك بريام وتتقبل الأحكام وغيرك تحكم غيرك عايش على هذا اللايف يعني حتى نكون مضحكة للمشاهدة لا لا مو مضحكة للمشاهدة عادي هذا دعم حق الدعم حق الدعم يمتلكني بظبط لا مو يمتلكك يعني بعد ترى أكون أكون داعم من رأس مني يدعم يقول لا تحكمونا هو الشخص الذي يحكمه مو الداعم الداعم ما يحكم داعم ما لا يعني هو بالحالة بالنهاية لازم واحد ينحكم بظبط هي هاي لعبة حالة حال الدوم حالة حال بريام أي شي لعبة فوز وخسارة قلت لي شزمة هذا آخر شي هذا اللي لعبوه ما اسمه ما عندي لدغة بلا لا تقول لي ما أقدر لا تقول لي أنا أدر سحكتها بس خاف من تتبه لا لا ما سحكتها بس أنا عندي لدغة بلا تقول لي ما أقدر تقول لي الخاطر متابعين لا لا تقعت تتنمر لا لا تقول لي أنا أحب لدغة الراعب بس قولي ابتعد عني رجال بس قولي ما أقدر عفني قلت لي بس نحن أنا اليوم إلا تقول لي تقول لي اسمه ما ريد أقولها تقول ليها مثل ما أنت أنا قلت لي شاورة أوكي أنا رح أقول لي اسمه ما أنا أكرر والله رح يطلع لها بس ما هو بليارد بليارد منتكت يا بليارد ماذا شون دي الساعة نفس الشي ما بك تطلع بالمونتاج عادي خد أطلع نكمل على موضوع التيك توك هسانيات فاتحين بث أوكي و أنا ريد نخلي الناس كبسوا شباب كبسوا بعد شون تردين كبسوا شيرا فتح حدنا مع الدبل مو حط أربع وردات وفستي علي نزين أوكي شن أكيد رح تفوزين علي ما معقول رح يدعموني إلي ويعوفوك لا لا كل شخص وجمهورة معقولة يعني هسا الدعمين يجوني ويعوفوك طبعا أنا مرات أسعد إليه شخص هو يفوز علي ماذا شغال ماذا شغال ابني أو ولد يعني ما لعلاقة جمال أبدا الشباب أراح أفتع بث تيك توك وإذا أشتري أربع سيارات أشغلنا عن طريق الخارج بتشتري نطلعني أكش بث أوكي يلا نحاول مستحيل ما أتصبر أنه أنا أقدر يوم الأيام صراحة أنا أسوي يلا عادي ما يخاف لأظه أسعد إياك ولا نسنا أنا على بث بالإنستغرام أوكي 60 ألف يوصل بس أقدر بشي بي فايدة يعني من أطلع بث ما أفتح بث إذا موش بي فايدة إيه ماكوش قال أنا أسعد إياك لايف وأتعلم منك شي بي فايدة أخوة تابع وتعلم نرد أسعد إياك ممكن خلنشوف رئي الجمهور ممكن نسوي أنتوا ش تقولون أطلع بث في إنستغرام الحساباتنا رح تلقوها بصندوق الوصف أنا واحد أسم جي واحد يعرفون حسابه زيم شنو رح تحكميني قلتي لي إذا فستي شنو رح أحكمك أي تمسح الحلقة ها تمسح الحلقة لا بل إحنا بث بث أي حكم أطاكي لازم تنبدأ هاي الحكم الأول أي الحكم الثاني أنا اللي أحقق تار رغير تطين طبعا أنا أقول أخليك أقول أسامحك أصلا خاطر أوفني اللي أسامح هلا أريد طيني أحكامك أنت يعني خليك تكتم على وجهك شكتب بترسم لي أكسات بس أحطلش أكسات هنا وإننا وقصتي زيان بعد شنو الحكم الثالث قصلي شوية مشاعرك أقصلي مشاعرك والأول بعد من أول ثاني ثالث خلاص ثلاث حكام بس يعني حسنة دارت تختار شي اختارواني كيفك شنو يناسبك ماك واحد يناسبني أحذف الحلقة حسن شي زيان وإذا أنا حكامت تنفذين أي شي أنفذ أحكام مهما كان زيان أكو أحكام استعرار بالجسد أكو بس ولكل يطبخ أنا هسا عندي أحكام أكو أربع أشخاص التافين اللي أنت صعدوا ياهم ويقعد يصنف على جسمك وغيره سابقا 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 أكو هذا شون تسمحين شون تسمحيني بأشي واحد مني غلط أنا من غلطها بس أنت الغلط كررتي أكثر من مرة لا بس ما كانته بصورة مباشرة أنه أنا قوم وأستعرض لا لا يعني مثلا أنا قوم أنزلي فلان صورة أو صير فهي هذا السبب بسر تناقضة لا أنا شفت بعد السيرتش أنه من صار قدتش حركة معينة وظل يصنف على الوضعية يعني كل شخص يتحمل أغلاضة إذن تيم اعترفها بخطائج طبعا ممكن من المستقبل هذا كل ما نشوفه لا من المستقبل من 13 و 14 بعد ما شوفنا أنا ما متابع بالوقت الحالي فما بدأ بحكم متابع مرة أخرى مدني سأو حلقة وياتن الجمهور متابع أنا راح أقرف تعليقات أقرأ التعليقات وأهتم بالتعليقات حتى عارف شين الخطأ اللي صار عندي وأصلها وبنفس وقت أهتم بآراءكم ليش دخلت مجال سوشال ميديا مو أنا دخلت ساني انتشرت لي فيديوهات بشغلي وبرنامج تيك توك عندي آدمين لازمي فدعمت شانت لكو حسابات باسمي تعرضت لها أنه يطلبون مثلا رصيدي من العالم يطلبون فلوس وهذا كله باسمي يعني تعرضت الموقف أنه شخص شارفني بشارع يقولي أقولي لماذا تجاوبين علي قلت لي ليش متجاوبين علي أنا وده زيت زيت الفارحة قلت لي وعني تيك توك قصراني يعني سووا حسابات باسم متشاهدون باسم العالم ويستغلون ورصيد اي فل هذا سوى خلاني أنه أنا سوى حساب قدرين تحلي هالموضوع عبر المليون تحبون داعمين تتواصلون إياهم ما تكتب ممكن هساني عندي داعمين المملي معروفين عندي أنا ما تواصل إياهم طلبون أشياء ثانية حقيقة 50% لا قبل قلت لك قلت لك محبة 50% محبة 50% استغلال استغلال علم شنو شن ممكن أنا استفاد حتى استغل شمي شنو شنو كبنية لا هو يا مور إنت تعرف عن يعرف إذا ممكن يستغلوا شنو كولد ممكن شنو يستغلون كولد لا أنت رح يكون إليك جمهور رح يكون إليك دعمين بس يعني مثلا هنس أنت صاحب لايف أكيد العالم رح تدعم مر رح أشوف مفاتح لايف رح تروح تدعم نقطة مهمة هنا أنا ركزت منقالة 50% محبة 50% لا آت إذا عندك خلني نجي على البنات الشباب مقدور لهم رح نركز على البنات هنا البنية إذا جاها داعم وبدأ يستغلها وينطيها فلوس بعدين ممكن ياخذ أشياء ثانية فأبعدوا بناتكم عن تيك توك تيديني بالفكرة أو لا هيدا أو أحنا ما نحش بسعد أحنا ليش نذب هذه وحدة سلبية من البقية أحنا لماذا نذب داعم أن أصوش في الولد لماذا هناك بنات صاحبات لافات هم الذين يتحاشم بالدعام ركزنا على البنات هنا لأن مجتمعنا هذا مجتمعنا يذبون الغلط على البنية لا نذب الغلط على مجتمعنا يذبون غلط على البنية لذلك أحنا خلينا نريد نحاول بعد عن البنات صح بس مثل ما أكو غلط من الولد أكو غلط من البنية نحن لماذا نذب الغلط داعم لأن نخلي بالصور على البنية مترغم حاير مجتمعنا مجتمعكم 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 وياكم بس أنا لبنية معزولة لا أحب أتدخل بهذه الأجواء كلها شون معزولة وأنت حتى عندك فيديوات ما الرقص تنشر ما تنشر وليس أن أنا ناشرت أكو فرق ما بين الاسمين من اللي يصور المساقي من خلال هذا الفيديو اللي تدشوف اللي تعرف حياتي الشخصية تعرف يعني أجد آكل أجد آكل أجد آشرب وشوك تنام وشوك تقعد لا أنت عليك بالصورة بس هذا المهنة اللي أنت حاليا بيها سيئة السماء طبعا ليش مستمر بيها الوقت محدد كل شان قريب رح حيروح بالنسبة يا روهان بالحقيقة من سوى تسيرت صراحة قلت هالحلقة شو رح تخلص فبالحقيقة هاي ثاني القانيات تختلف اختلاف جذري بس أنا حاول أقصي عليها لأظهر أسوأ ما فيها فالحدة الآن تحملتني لأنني عرفت الخطة مالاك آني ساكت متحملة نرجع الموضوع المهنة مالتش أول شيء عادي نقولها لو تستحيل من يم لا ليش لا يستحيل منها اللي هو الرقص ما أقلب من جيب أحد احنا الرقص عدنا بنوادي ليلية اه وهي ديسكوات يسموها اه انت بأي واحدة منهم بالنوادي الليلية هذا الشغل هسا البنات أكو المراهقات منهم يحسون هذا الشغل حلو لا ما حلو جو جو الشارح كله ما حلو بطر طيبو باختصار واحدة ما اعتبرتش قدوة وتحب اللي اللي سويتها والأنت المكان اللي بتصحيها ما اكو ما اكو فشي اسمي انه انا سويتها قدوة لا لا هذا الشي كلش غلط واني اتمنى اي احد من يدخل بي بس باوع من شخص يوصل هيش مرحلة ويقعد يحشي بكل صراحة قدام العالم ويقول انه هذا الشي غلط باوع انا قبل لا اشتغل بالنوادي الليلية انا اشتغلت بمحلات انا اشتغلت بمحل ملابس انا اشتغلت بمحلات مو استر هذا يا استر كلها تحرش يا استر ولا استر بالموضوع شرحي لي شنو كلها تحرش تحرش من صاحب المحل نفسها بالمحل نفسها بالمحل وبالنوادي الليلية ما يصبح تحرش بواع بالنوادي الليلية احنا يعني حالة حالة الدوام نروح بفلان وقت نطلع بفلان وقت كل واحدة ترجع لبيتها شنو حالة هذا الدوام حالة هستر عندك مو دوام رسمي احنا عدنا دوام خلص نروح مثلا بفلان وقت نصعد مثلا على الستيج نكمل شغلنا وكل واحدة ترجع لبيت زين هذا الدوام ليش تصوروهم هسه هذه حيات ما اننا علاقة بيش ليش تخليهم يصورون ونزون اذا هم جاي يجذبون جمهور لهذا المكان السيء لا احنا ماذا نحكي على مكان واحد احنا ما حدلنا مكان جحش عشغل بطبيعة العمل في صورة عامة كلها بيتصور كلها بيتصور المحلات كلها انشان بالعراق وانشان خارج العراق وكل الدول اكون هذا الشي مو باستهنانة احنا ما اننا علاقة باقي الدول نعوف الدول هذا الشي دارج يقولوا لي الدول الدول احنا علينا جاء نحكي بالعراف هذا الشي دارج هي اكيد مو من طلعت آني هذا الشي هذا قبل بس تي ساهمت مساهمة شبيرة ساهمت مساهمة داخل الانتخابات لا لان انت معروفة او غيرهم معروفات اقول ليش احنا من صار من جينا بالطريق وصار حادث بسيارة خاطر بطريق وانظر بسيارة خاطرها انت لابسة كمامة اح ومن نزلت عرفوش صح وانت لابسة كمامة لابسة كمامة شفقة شون عرفوش لهذه المرحلة المدقيقين بكل شي وانتي مغطية وجهت عمري بل احسد رجان عفوش ما جاي احسد وين احسد بالموضوع حوفوش انا احبوهم انا احبو للعلم ايه انا احبو هي اللي خوف الخوف ان الناس قامت تحبت ايه انا احبهم كل والعلم انا حتى سالفة المنصور انا منها شديت انا منها شديت كرة اخر ولا انا شديت انه انا ضايجة بس انا شديت انه كعالم ما قدرت انه حتى يتطلع من الموض واني ما قدرت اصور ويا الكل يعني كلهم وللعلم لاحس سالي بكلمة ولاحس سالي بتصرف ولاحس سالي بايش يسي قوليش بالسوشال مي بالبرامج ايه دولة جهال بس بالواقع ماش نهائيا ابد بالواقع ما احد مسألي روهان لو رجع بيش الزمن تشتغلين نفس هذا الشوق اي 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 غريبة ليش مو قلت يحسا مو صحيح مو صحيح بس اوكي انا عندي اكثر من من شخص ابرقبتي لا لو عندك عمل ثاني لا اكو عمل ثاني عندك عمل اي ومكفي نفس الراتب اليان ده حصل هسا بشغلي لا ما ادخل هذا المجال لو رجع بيش الزمن وشنت تحصلين عشرين ورقة بالشهر بشغول زيام اي ما طبعا يعني مكان سيء طبعا مو كلش سيء وجهي كلمة الناس اللي يشوف انتي مرتاحة بهالمكان لا لا كلش غلطانية كلش غلطانية المحبيش نفسهم كلش يعني يعني انا ابسل شي ما مفتهمة شي من خياتي من يومي اصلا ما مفتهمة شنو ارجع الفجرية اقعد 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 الساعة بيش بالستة بالسبعة السوء للعصر شرح افتهم ما لاحقها كل لقمة باليوم اصلا كم ساعة شو الله يعني قول من الساعة بلطنعة شرسة عبر الخامسة لا سدة جرى واحدة لا مجرى واحدة السلاحاتك كل ما واحدة تتعرف تنزل نزيم خلنجع على موضوع المحتوى الهابط مم مبدئين شو رأيش بهذه الحمزة اللي صارت من المحتوى الهابط ولا ناجحة بس كنت تتوجه صح مو على الشخص اللي اللي هو ما مساوي الشي انتي عليج حاليا ندعو انا عليج دعو حاليا شنو انتي مظلومة لو لا مبدئين أنا مو مسألة مظلومة أنا غلطانة بس الغلط ما بضر مني وأنا أول ما صارت المشكلة أنا أنا بنفس اللحظة فتحت لهم لا نزلت فيديوهات قلت أنا احتذر أنا احتذر من الكل أنا احتذر من العالم يتجا يشوفني احتذر من الدولة احتذر من القضاء احتذر من الكل احترفت بغلطي الفيديوات طلعت مني شلو مني لا مو مني يعني مو من عندي ها نتكت سؤالة عن هذا الموضوع أنه البيوات مو منية مش طلعت طبعا ماكو واحد يشعر نفسه حتى لهو غلط ما توصل مرحلة الشهيرة أنا مايد أتطلق لهذا الموضوع بكثرة بس احنا حتى نوصل فكرة للمشاهد الشيء اللي انت نشارتي تتحاسبين عليه بس الشيء طلع ثاني انت المفروض ما تتحاسبين قزك طبعا بس انت انت طرفين ليش تخلي واحد صورك أو ليش انت صورين بهيش أشياء أنا هسي صديقي يمي ماكو داعنا أصوره أشياء قوي مثلا اللي الطرق اللي هي العنم اللي ما مفتهمتها أصلا هي أكلتها اللي الطرق هو فيديوهات الثنين اللي هي من تلفون زوجي بس ثنين بس اللي هي كانت بالبدل والثاني أنا مساورته أما الفيديوهات اللي اتطرقت وراها هاي العنم كل ما ينزل شي تتجيب طرعا مولور هاي موالي مواني ما فتحت الموضوع ولا اتطرقت ولا احد شي لانشي أنا عرفنا أنا عرف نفسي كل نزيل أنا علي أتحسب أنا علي أتحسب بشي اللي أنا ما لذنبلي وانا ورحت للمحكمة وطلع على محتوى هابر أنا نطيتهم مدلة ونطيتهم محادثات المحادثات ويقول أنه هم يعني شون زوجي شون احتي وقالي اليوم ما الصارت هي بوقت منترقة وعندي يعني هو مصور كل شي عدي تمام ورحت قدمته للمحكمة وانا ننتظر بعض العدالة والقضاء منتهم ممكن هو موبايلة هكار ممكن سنقن منه ممكن حدا خلاص ما تحمل ما تحمل الغلط واحد مثل ما هو أنا كنت مرته وعلى ذمته وكنت صاينة وقاعدة حالي حال أي ابنية كنت ثاني والزوجة ولها حياتها الخاصة لحد ما يدخل بها يتحمل هو الغلط كذلك لأنني مو من عندي مو أن اللي نشرت مو أنا اللي فضحت طلعت منه أي مو قلت لشوه بعد ما التقيت وما سألتي بالموضوع ممكن أكو خلل لا أنا بكرة ساعدت وراها فترة ساعدت ويا قحتان فقحتان جاب اسم أبو أنا همو بالدولة جاب اسم أبو وجاب اسمي وحذر قالي اللبنية إذا تعرضت التهديدات أو إذا تعرضت الشيء أو إذا مظلمت أنا قدار أطلل اسمك واسم ابنك إن أنت اللي هيتش سويتم بالبنية وصح البنية ما لها حد ولا لها ظهر الزواج الشخص ما أقول غلط لأن الدنيا قسمة ونصيب ما أكو شخص من البداية يقول لك أنا تشلب أكيد راح أتعاشر وراح تعرف لك هسي صرا أنا أقول لك لا والله أنا تشلب تراطيك شغلاتي السلبية قبل الإيجابية لازم أطلع نفسي ملاقي قدامك هي العشرة تبيني الأيام حق الرد مكفول للطرف الثاني قلنا نجع على موضوع الزواج مو بصورة عامة ما العلاقة بتجربتش اللي وصلتي لي الزواج حلو أو لا ويالشخص الصح حلو طبعا ليش ما اختار استقرار أنا تزوجتي صغيرة تقريبا أنا زواجي هذا صار قبل أربع سنوات خمسة ما عنديش أطفاء لا بصورة عامة الزواج تحسي استقرار مثل ما يقولون استقرار ويالشخص الصح أنا هس أتمنى لقي شخص صح ما لقى لحد لانشخص صح لا أنا ما أريد رجال ما أريد شيء ما ذكر أنا أريد سند أنا إذا أعلى فلوس فاني عندي فلوس وإذا عالبيت فاني عندي بيت أنا ما أحتاج أحد يصرف علي أنا أحتاج زلمة زلمة ويطلعني من باب يدخلني بباب صح بروهان عفوا وأعتذر جدا إذا كلام كانوا مسيح توقعين رجال زلمة هوك يقبل ياخذ وحده تشتغل رقاص ابنوادي ليلية أكواية زلمة أكواية لأني ليستر على أبنية بهيش وضع وبالذات يتيمة أنا أجر كلش كبير يا رب ما لها الشغلة ما لها الشغلة أبو عمر أقول لك فالشي صغير وهواية عالم وهواية أنت معليك بالصورة اللي أنت بس قاعد يشاهدها وهواية عالم والزوجة والراقصات وعدهم جهال والأمور كلش طبيعية عليهم لالبنية خلص الزوجة وقعدت وراح هذاك شي ماضي ما لها شغلة بي استقرب أطفالي هسا خلنجي فرضا أخذتي خلنقول آني حتى أضرب المثال نفسي باشر أقب أطفالي مراحي مني كبرون مراحي يقولوني من أمهم ليش مراحي يقولونك من أمهم راح يفتخرون بأمهم باشر يفتخرون بإنجازك شنو سويته أمي بعد اللي شفت بحث مني يكبر يقول لأ أمك أم اللول لا أبوح كل شي يننسي أكيد هو مراحي كبر مراح تبقى ملاول ذيك نفسها راح تكون أم فلانة مراح تكون يعني أكيد هي مراحي أنا الآن في زمن الطشة الآن أجمع فلوس أو أختفي؟ لا، ليس فقط الآن الآن العالم تعرفني بعد كم سنة ستنساني، نحن كليتنا فترة ونننسي لكن المقربين سيكون يعرفون المقربين؟ من المقربين؟ القرائب؟ أنا لا لدي قرائب أنا لا لدي قرائب أصلا لماذا دعني أتحدث عنهم حتى هنا؟ لا لدي قرائب هل أنت مفكرة بهذه النقطة؟ أنا مفكرة أنا أتمنى ليش توفق صراحة توفق للجميع أفواً لقسوتي بالسؤال لكن أنا أحكي صراحة أنا أمري ما راح أضوك لا من صراحتك ولا من انتقاداتك ولا من رأيك ولا من أي شيء قدم إلي تدري ليش؟ مثل ما أنا عندي رأي شخصي، أنت عندك رأي شخصي بس، أنت رأيك الشخصي تطرحه وليس فرض أنا من حقي أجاوب ليش؟ مثل ما أنت صريحة، أنا صريحة أحكي شيء عدي، ممكن أن أعلم في الدوارة هو البرنامج، أنا أنت رأيك وإنت تنطريك والجمهور لو يأيدني، لو يأيدش، لو أنت رأي ثالث بالضبط، بس كده الحالة يكلمني لو حياتي الشخصية أكيد، الحياتي الشخصية، أنت طلقت عن الطريق الصحيح بنظري أنا، وإنت بنظرش أنه صحيح بقى الجمهور، أحلان يشتعارك بالحج بس أنت تبقين عزيزة علي بجميع الأحوال زين روهام، سابق وتحددتي؟ أوه، قوي تحددت؟ اي وباقي، أنت لا تستقرين بغداد أبدا، من وراي بقيتي، من وراي جيت ومن وراي بقيتي اي، تعبثني زين، أنا أشكرش طبعا، وافقتي على الدعوة، وجدتي على مودي من عربيل وأخرتها يوم لأخم على مودي، باشا رايحة؟ باشا رايحة؟ اي باشا رايحة سبوع سبوع زين، توقعين ممكن تعرضني الأذية؟ بغداد؟ اي بعد ما تجيين لبغداد؟ أبا، أنا مو ما أجي، أنا صال لي، راح أصير خمس سنوات، راح أطب الخامسة بس أنا بغداد مو أقدر أتخطاها، الشي الوحيدي بحياتي بعد أهلي بغداد مو أقدر أتخطاها، أنا ساكنة بأربيل سنتين، سنتين، أنا أدفع إيجار هناك وأنا ببغداد، أروحي هناك مثلا شهر، أجي هناك ثلاثة شهر ما أقدر أتخطاها، منطغتي، أنا بيت بغداد، ما أقدر، أحبها أنا مع الفرصة الثانية، إذا تغيرتي، ممكن هذا كله يروح؟ ماكو في الشي اسمي إذا تغيرتي، أنا ضر نفسي، ما أحد ماي لحقي يأذيني، وأني ما مأذية، أنا ما مأذيتك، أنا علي شنو، لات نشرين؟ بشنو نشرين؟ هن جاي ضرين، دولة طايشين جاي أضر ضر، أوكي، بحالة وحدة ما أقدر، بحالة وحدة، يسدون كل الملاهي، خلي يسدون ملاهي العراق كله حتى ما توقف بس على الملول، هي مواقفة بس علي، أكو عالم أقوى مني أنت أحد الأسباب، ليش دائما نعمم، أنا جاي حتى عليك أنت، ليش ما نوقف تصوير، وسوي حياتك مثل ما توقف؟ أبلا، خانا أقول لك، فإن شاء الله كل شيء ما سيطر، أي شخص الصور بهذا المجال، فهو يعني عادي عنده تصوير، ما أحد ولا وحدة صورته هي ما تدري، كلهم يدرون، كلهم يدرون، بعد ما اشتهرتي زاد أجرتي به المكان، صراحة؟ أي طبعا، إذن الشهرة إلها سبب حتى يزيد أجرتي؟ أنا قبل الشهرة يعني كان جوري كانت فوق الورقة، عاد من صارت الشهرة صارت أكثر، أي شفتي؟ يعني وقفة لحظة إذا اضربنا أكثر من ثلاثين ورقة بالشهر؟ إنت بدايتك مثل هسا بدايتك هسا؟ طبعا لا، لعد بعض الشك وليجدت حاسبني على طشته ويتهم عندك؟ ما لها شاء الله سيئة، مو سيئة، كل واحد يشتهر بشي جيد، وكو واحد يطش بشهيرة، أنت طشتش بشهيرة، وبشي سيئ؟ لا، ما كو في الشي سمت طشتش بس بشهيرة، أنا قبل لا أشتهر ودخل مجالي تيك توك، أنا العالم شانت تنزلي فيديوهات اللي هي مع الرقص والمور طبيعية، طبعا إحنا هيش أشياء تشتهر عندنا، بنيح الووجة التركز وتستعرض مفاتنها، كل هذه، واحد من ذول الطايشين الشباب المراهقين، ممكن يروح لهالمكان، بسببك أنت، لأنتي متواجدة هنا، هي مو بس مسألة أن التصوير دي يصير من القاعات، بس ليش أكو دعم تصويرات تصير من داخل البيت ودي ينشروها، ودي ينشرها الشخص من العائلة، هاي واحد هاي حالات استثنائية، خلاص مطفد، هاي انت هنا تعرفين التصوير، ذاكي هم كذلك، لا، هذا واحد طلع شاذب من الوضعية، واحد حاول يؤذي هاي العائلة، مو بس يتشي، لا لا لا، اكو يدرون انه هن دي الصوران، اكو يدرون انه هن بالبيت، اكو هاي امور، ايه بينات بيوت قاعدات بيتين وصوران، مو بالملاهي، هاي، ليشون الفرغ؟ اكو فرغ شرط، اهنان اكو جمهور، اهنان ما اكو جمهور، اكو فرغ، نسوان بيناتهم قاعدة رقصون، لا بس اكو منهن لا اهن ديني، اشرا، عوفك والله من ذني هذا الموضوع، اه على تيك توك، ايه تك توك هم برنامج، انت حتشين انا متفقانياتي ان انا برنامج، خلاص خلاص، اذا اباوع، اذا اريد انسد هذا الموضوع، وما يتعمل، لا احد يذكر ان فلان وفلان، هو السبب، انت احد الاسباب، ليس سبب، لا، احد الاسباب، اوكي، انت تعتبر هذا الشي، انا ما اعتبر هذا الشي، رأيييك هو المشاهد، نتابع التعليقات عنك، اني اني اباوع، اني شغلة واحدة مرتاحة منها، اني المهم ضميري مرتاح، واني مرتاحة، اني اعرف ان اني غلط، وما اقبل احد يأيدني بهذا الشغل، ولا اقبل احد يقبل ان يروح لهذا الشغل وما يدبد، بس اني اعرف نفس الشغل، زيب، بما ان انا نحكي الاشياء المزينة، اذا احكي شي شفت بيش صراحة بعيد عن هذا، انا اركز بس على اشياء السلبية، عفتنا الاشياء الإيجابية، فاذا اذكر شي ايجابي، انه عندك عائلة الان ما معروفين بالسوشال ميديا، وانت متكفلة بهذه العائلة، وبدراستهم، فهذه النقطة تحسب لك صراحة، انا سابقا قلت لك شخص واحد يوقع من السفينة، ولا السفينة كلها تغرق، اني غلط، اني اقبلش العالم كلش محلوة، اني 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 بس، ما طلعت عائلتي تتمرقص على المنامج، لا على تيك توك، تتمرقص على البرامج على تيك توك، وانتي تمرقصين بالمراهل، ليش انا الله رضى نفسي، ما رضى العائلة كلها، اكو اكو شخص، يعني قدش اللي افهم انه انت اللي ضح حياتي، على موذي العائلة تعيش مرتاحة، الحمد لله، اني قدام العالم وبوجي غلط، بس اني عندي اخت رح اصير دكتورة، عندي اخت كذلك دا يدرس، عندي اخت ما يعني الحمد لله مش زوجة اعدها اطفال، ذولا كلهم بعيدين، كلهم بعيد، اولي العلم، اني حتى من اطلع ويا واحد مثل من اخوتي، اريد اكون لابسة كمامو، اكون لابسة شفقة، ما اريد العالم يعرف ان انا اخوتهم، حتى ما يفتخرون بيك، ما اريدهم يفتخرون بي، لما اشوفهم احسن مني، يعني اسوالي واضح، حتى ما يفتخرون بيك، اني ما اريدهم يفتخرون بي، لان اني غلط، انتي غلط، اني هسا اذا طلعت ويا واحد من اعالتي ما يلبس كمامو، اتي ما تلبس كمامو، انا يلبس كمامو، ليش ما نبدي بداية جديدة، ونبدي بمحتوى جيد لروهان، دا اني مسابقا قلت لك، قلت لك هذا الشغل كلية فترة، وراح ينترك بس، هسا شغلة راح يريزون بيها، اللي هي اخوتها هيتش وهي هيتش، اوكي، انت براسك حظ، انت براسك حظ، وقاعد وساتر على بيتك وحاجي، وصل اختك للمرحلة، اووصل اخوك للمرحلة اللي يعني دا اوصلها لهم، انه ما احد ما شايف عليهم، ولا شي غلط، صفر بالمية ما عندهم شي غلط، يلا وصل لي انت يا الحباب، يا صاح من ساسك الراسك، اللي قاعد بيتك وساكن، تعرف اختك ايش تاكل، ايش تشرب، شن اللي ضارها، شن اللي هامها، لا طبعا، تعليكم البنية بس، اذا سوت غلط، خلاص قتلوها، خلاص لا هي غلط، هي ابنية، مهج، حياة مهج، اللي بنية تكون مكسورة الجناح، ما لها والي، وبالذات انا لهم اب وام وخال وعم وما اتمنى، اي احد انا قالت لهم من الله ياخذ النفس مني، ذاك الوقت انا رح اخليكم تحتاجون احد، ممكن الناس رح تتسأل، هلها وين، سؤال افنا هواية اخشاء ما قدر اطرق لها تعتبر خصوصية، الله يرحم والدك والدك بعد ما توفى وصارت المسؤولية كلها عليك، هاي النقطة اللي ممكن ما يعرفوها لو يعرفوها الناس، خمسين من مئة يعرفوها بس، فانو بعد ما صار حادث صارت المسؤولية كبيرة كلها على راسك، واضطريتي انو انت الضحية، شتتمنى هذا التضحية تكون بطريقة صحيحة، انا هم شتتمنى، حتى باشر عقبة هما يذكرولش ياها انو روهان ضحت بنفسها وحياتها وكل شي، حتى احنا نشتغل صح؟ انا كافي ان هما يعرفون، انا مهم يا رأي العالم، انا كافي ان هما يعرفون بس، ليش؟ لان العالم ما تطرق، لاحد اللي يقول لي انو اكو سند بعد الاهل، لا عم ولا خال ولا، اخوك من امك وابوك اذا اوقع رح تشمت بي، فاني ما مخليتهم لا يحتاجوا اللعم ولا خال، وانا اذكرها انو انا عمروا حياتي، لو اعلى قصر قبتي ما راح اصل لهم، الله يرحمهم، يرحمهم، وان شاء الله تكونين سند لهم بعد اهلتش، تكونين انتي الام والاب، والله يفقهم ايضا بحياتهم، اذريني لصراحتي، وليقسوتي ايضا باللقاء، لكن انا حاول اظهر كل شيء للعالم، حتى نوصل، برنامج مو بس إلج، ولا إلي، حتى الاهل، ممكن يعرفون شون يربون، اولادهم صاح، بناتهم صاح، ما يوصلون لهذه المرحلة، هو برنامج للتوعي، هذا سميت الحكم، هو احنا بصورة عامة كلهم برامج تواصل اجتماعي، اذا ما تتحمل انتقاد، ودعمه تتحمل مدح لتدخل بي ملور، هذه نقطة ايجابية لك، أخيرا، أشكرك للمرة الأخيرة، شرابت بيج، شرابت بيج، ربي يوفقك إن شاء الله، شكرا لوصلتوا لهذه اللحظة من الفيديو، هدف البرنامج التوعية والفائدة، وما نوقع أخطاء غيرنا، نفس الوقت نقلل من الأشخاص السيئين، وندير بالنا على أبنائنا حتى ما يتابعوهم، وأهم نقطة هي الرقابة، دائما ركزوا على أبنائكم، يتابعون منه، وشي يصورون حتى ما يكونون قدوة لهم، أنا سامر جرماني، وتابعيني سموني الخليفة، خليفة،